السلام عليكم ورحمة الله النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الأدب في عصر صدر الإسلام هنتكلم عن الخطابة والوصايا في عصر صدر الإسلام وبداية كده هنبدأ بالحديث عن الخطابة وهنتكلم في البداية عن أهمية الخطابة في عصر صدر الإسلام يعني قد إيه كانت الخطابة دي مهمة جدا في عصر صدر الإسلام لأن الخطابة كانت سلاحا هاما من أسلحة الدعوة إلى الدين الجديد الدعوة إلى الإسلام وخاصة أن الإسلام كان بمثابة ثورة شاملة على الحياة في كافة جوانبها يعني الإسلام غير حياة العرب ككل الحياة الاجتماعية والسياسية وكذلك جوانب الحياة كلها تغيرت بمجيء الإسلام لأن طبعا غير فيهم حاجات كتيرة والعادات طبعا الذميمة إلى عادات جيدة وعادات تصلح لنشر المحبة والسلام بين المجتمع ككل وهو الأمر الذي ساعد على ازدهار الخطابة وتطورها طبعا حاجة أنا باستخدمها كتير حكتي ليها كتير فلازم طبعا تتطور وتزدهر وتنتشر بكثرة في هذا العصر فكانت وسيلة من أهم الوسائل التي اتكأت عليها الدعوة الإسلامية في الإقناع والتأثير وأيضا في الدعوة إلى الجهاد ونشر الدين وأيضا الوعظ والإرشاد والرد على الخصوم وضحض الشبهات وتقديم الحجج والبراهين الدامغة يبقى أنا كنت باستخدم الخطابة في كل تلك الأمور في الإقناع والتأثير أقنع الناس اللي موجودين في العصر ده بالإسلام مؤدي الإسلام ده بيساوي بين الناس وكل عادات الإسلام وكل جوانب الإسلام الجيدة وبالتالي هأثر فيهم وأيضا كانت تستخدم الخطابة في الدعوة إلى الجهاد الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله ونشر الدين الإسلامي وكمان الوعظ والإرشاد والهداية إحنا أصلا دين الوعظ والإرشاد والهداية وكمان الرد على الخصوم وضحض الشبهات يعني ضحض الشبهات يعني القضاء على الشبهات وتقديم الحجج والبراهين الدامغة يعني أقدم الحجج على الكلام اللي أنا بقوله حتى يتم الإقناع للمتلقي للمستمع اللي أنا بكلمه يقتنع بكلامي لأن أنا بقدم له حجة يعني تثبت له صحة الكلام اللي أنا بقوله إذن هي كانت وسيلة للدعوة للدين الحنيف وهي دي أهمية الخطبة تتلخص أهمية الخطبة في كل تلك الأمور من إقناع وتأثير ودعوة إلى الجهاد ونشر الدين والوعظ والإرشاد والهداية وكل تلك الأمور فهي وسيلة للدعوة للدين الإسلامي الحنيف فقد جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة للدعوة إلى مبادئ الدين الحنيف ذي ما احنا قلنا ومن بعده جاء الخلفاء فاقتدى لأن احنا طبعا قدوتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم فاقتدى الخلفاء من بعده بسنته اقتدى الخلفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناهم يتناولون في خطبهم ما تناوله الرسول يعني اقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتحدثوا عن الموضوعات التي كان يتحدث عنها الرسول في خطبه بل زادوا عليها زادوا على الجوانب التي كان يتحدث فيها الرسول واقتحموا بها ميادين جديدة طيب الجوانب الجديدة دي هل هم اخترعوها؟ لا طبعا الجوانب دي طبعا ظهرت نتيجة لتغير الظروف وتغير المناخ اللي الناس موجودين فيه يبقى جوانب وميادين جديدة تتفق مع ظروف الحياة بعد وفاة الرسول فقد جدت موضوعات سجلها تاريخنا الإسلامي زي مثلا ايه؟ موضوعات مثلا زي الخلاف بين المهاجرين والأنصار ودي موضوعات كانت موجودة في البيئة اللي هم عايشين فيها يعني الموضوعات دي ظهرت نتيجة لظروف البيئة نتيجة لظروف البيئة وظروف المجتمع وأيضا اتساع الفتوحات الإسلامية عندنا البلاد الإسلامية بقت كبيرة جدا وبقى عندنا فتوحات كتيرة وخصوصا في عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يبقى هي دي الموضوعات الجديدة اللي ظهرت نتيجة لتغير ظروف البيئة وظروف الحياة يبقى نقدر نقول بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اتسعت مجالات وموضوعات الخطابة نتيجة لتغير ظروف البيئة ونتيجة للفتوحات الإسلامية الكثيرة ونتيجة للظروف الحياة التي كانت موجودة بعد وفاة الرسول طيب خصائص الخطبة في صدر الإسلام خصائص الخطبة في عصر صدر الإسلام طبعا زي ما قلنا احنا قلنا الأدب بصفة عامة يعكس العصر اللي هو موجود فيه فاحنا بنتكلم دلوقتي في عصر صدر الإسلام إذن أي فن من فنون النثر هيتأثر بالبيئة اللي هو موجود فيها اللي هو طبعا الإسلام فعندي هنا الخطبة كانت تبدأ بالحمد والسلام تبدأ الخطبة بالحمد والسلام وتتسم الخطبة بسهولة الألفاظ حتى تكون مفهومة إلى المتلقي إلى المستمع وأيضا تتسم بتنوع الأساليب حتى لا يمل قارئها أو سامعها وكانت معانيها طبعا مستمدة من القرآن الكريم والحديث الشريف لأن احنا بنتكلم في عصر صدر الإسلام فلازم الخطابة تكون متأثرة بما فيه اللي هو القرآن الكريم والحديث الشريف وأيضا تتسم وتتصف ومن خصائص الخطبة مواكبتها للأحداث وتطورها بتطور الأحداث وأيضا ترابط فكريها فالفكر جيدة مرتبة ومترابطة طيب بالنسبة لأنواع الخطبة كان عندنا خطب دينية وكمان خطب اجتماعية وكمان خطب سياسية طبعا خطب دينية تشمل أحكام الدين وكل تلك الأمور والخطب السياسية تشمل الحرب ودواعية وكل ما يخص السياسة أما الخطب الاجتماعية فتشمل جوانب الحياة الاجتماعية العادات والعلاقات بين أفراد المجتمع ويعادات وتقاليد المجتمع وكل تلك الأمور طيب بالنسبة ليه الفن الثاني وهو فن الوصايا والوصية تشبه الخطبة تماما من حيث المقاومات الفنية الكلامية وأيضا تشبه الخطبة في تأثرها بالقرآن الكريم فتأثرت الوصية بأسلوب القرآن الكريم كما تأثرت الخطبة إذن عندنا هنا أوجه تشابه ما بين الوصية والخطبة الوصايا والخطب فالوصايا تشبه الخطب من حيث المقاومات الفنية الكلامية وأيضا من حيث التأثر بالقرآن الكريم الوصية هي كلام يقال أو يكتب من رئيس أو زعيم أو قائد أو من أحد الأبوين لأبنائه يعني الأبوين الأب أو الأم أو لأحدهم في أمر ما من أمور الدنيا وغالبا ما يكثر هذا النمط الفني عند الإحساس بقرب الأجل أو العزم على الترحال والصفر والفراق لأمر ما من أمور الدنيا يعني الوصية دي بتكون من شخص زي مثلا زعيم أو قائد أو من أب أو أم أو من شخص كبير إلى صغيره أو من حاكم لشعبه يتحدث فيها في أمر من أمور الدنيا وتكون الوصية دي تكثر عندما يعني يحس الإنسان بقرب أجله فبالتالي يبدأ بقول وصيته إلى ابنه أو إلى شعبه أو إلى خليفته في أمر ما وهكذا أو عند الفراق والترحال عند الصفر يبدأ الإنسان أو يوصل الإنسان بفعل شيء معين ولقد عرف العرب فن الوصية منذ العصر الجاهلي يعني احنا عندنا الوصية دي موجودة منذ العصر الجاهلي وأيضا كانوا يتناولون فيها بعض من جوانب حياتهم الاجتماعية والدينية يعني تشمل الوصية جوانب الحياة الدينية وكذلك الاجتماعية وهي فن قديم منذ العصر الجاهلي طيب احنا تكلمنا عن أنواع الخطب تعالوا نتكلم عن أنواع الوصية فالوصية منها الوصية الدينية وكذلك الوصية السياسية وكذلك الوصية الاجتماعية يعني نفس أنواع الخطب دينية سياسية اجتماعية طيب نسأل سؤال هنا لماذا كثرت الوصية على لسان الرسول وعلى لسان الخلفاء من بعده ليه كانت كثيرة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده كانت كثيرة على لسان الخلفاء وذلك لأن الرسول كان يستخدمها كثيرا في شتى مجالات الحياة كالدين والسياسة والجهاد والتربية وأيضا اتبعه الخلفاء واستخدموها أيضا كثيرا يعني الرسول كان يستخدم الوصية أيضا كثيرا في كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والدينية وفي التربية والجهاد وكل تلك الأمور واقتدى الخلفاء بالرسول وأيضا استخدموها في شتى المجالات واستخدموها كثيرا وأيضا هناك سبب آخر بسبب توسع الفتوحات في العهد الإسلامي بشكل كبير يعني إحنا كان عندنا فتوحات كبيرة جدا كان عندنا تنقل كبير كان عندنا قرب أجل كبير كان عندنا فتوحات كثيرة جدا فبالتالي كثر استخدام الوصية يبقى أيضا بسبب الفتوحات الكثيرة في العهد الإسلامي وتعالوا كده أخيرا نفرق ما بين الخطبة والوصية الخطبة تتكون من مقدمة وموضوع وخاتمة هتقولي طيب ما كمان الوصية تتكون من مقدمة وموضوع وخاتمة هقولك لا لا يلزم ذلك في الوصية يعني إيه؟ يعني الخطبة لازم تكون مكونة من مقدمة ثم موضوع ثم خاتمة أما الوصية فقد تكون وقد لا يعني لا يلزم ذلك في الوصية ولكن يلزم في الخطبة وأيضا الخطبة تقال في مواجهة الجمهور يعني الخطبة الكلام الذي يقال إلى عامة الناس إلى جمهور كبير أما الوصية فتوجه لفرد أو جماعة ولكن جماعة خاصة قولا أو كتابة وليس لها أجزاء كالخطبة يبقى الخطبة قال في مواجهة الجمهور تقال الجمهور العام ككل أما الوصية فهي حاجة خاصة شوي تقال لفرد أو جماعة يعني جماعة صغيرة جماعة خاصة أو جمهور ولكن جمهور خاص يعني مثلا حاكم لشعبه فهذا شعب الحاكم إذن ده جمهور خاص يبقى نقدر نقول إن الخطبة عامة أما الوصية فهي خاصة وكده بفضل الله نكون انتهينا من درس النهاردة نراكم دائما على خير وإن شاء الله نحل تمارين على الدرس ده